تفاعلا مع سؤالك سيد الكريم شروطنا هي معروفة منها السحب النظام الأساسي بطبيعة الحال وحتى هذه التعديلة التي تحدث عنها هي تعديلة لا ترقى إلى مطالب الشغلات التعليمية حتى الزيادة التي تحدث عنها هي زيادة هزيلة جدا كذلك لابد أن نشير أن الحكومة تريد الحوار وفي نفس الوقت هناك اقتطاعات المسؤولون أكدوا بأن هذا الشهر كذلك الذي نحن فيه شهر ديالدو جنبير هناك اقتطاعات الرجال والنساء التعليم وهذه اقتطاعات مبالغ فيها من أجل تركيع رجال والنساء التعليم لكن الرجال والنساء التعليم أثبتوا بأن هذه الاقتطاعات بطبيعة الحال فهي لا يمكن لها أن تثنيهم عن نضالاتهم واعتبروا هذه الاقتطاعات هي صارقات منهوبة مصوفة من جيوبهم فإذا أردت الحكومة بطبيعة الحال حالة هذا الأمور فعليها أن تستجيب لهذه الشروط كما قلنا وهو أن يكون هناك نظام أساسي عادل وحقيقي ومنصف تشارك فيه التنسيقيات الممثلة الشرعية الوحيدة لنساء ورجال التعليم أن يتم الإدماج الفوري للمفروض عليهم التعاقد أن يتم استرجاع هذه المبالغ المسروقة إلى رجال ونساء التعليم ثم أن تكون هناك زيادات حقيقية وليس فوتات بطبيعة الحال ولا نريد لأحدنا أن يتصدق علينا وأن يتمنى علينا هذه حقوقنا ونحن سنطالب بحقنا عيش عزيزا أو متكريما بين طعن القناة وخفق البنود اليوم نتائج الإضراب كبيرة جدا لكن للأسف الحكومة تحاول تغيير الحقيقة عبر وسائل إعلامها لكن الواقع والواقع يكذب هذه المزاعم اليوم نساء ورجال التعليم برهنوا مرة أخرى أنهم ما زالوا متشبتين بمطالبهم كما رفضوا اتفاق عشر ديجنبير هم يرفضون كذلك كل الحوارات التي لا تستجيبوا لمطالبهم ويستنكرون إقصاءهم من كل الحوارات اليوم قلت نسبة الإضراب نسبة كبيرة جدا ومؤشر على أن رجال ونساء التعليم يسيرون في الطريق الصحيح إذن نحن أمام محاولات لتزييف الحقيقة إعلاميا من طرف الوزارة ربما هذا الناش الذي تسير فيه الوزارة في تزييف الحقائق قد يدخلنا في أزمة التعليم في نفق مظلم كما أن ظاهرة الاستقالات الجماعية التي رأيناها اليوم من اللجان التنائية تبرز أن الشرفاء غير راضين هؤلاء الشرفاء المناضلين غير راضين على هذه المهزلة التي انخرطت فيها نقاباتهم لذلك فمعركة الكرمة التي خاضها رجال ونساء التعليم ما زالت مستمرة وأن كل ما قدم من تعديلات في النظام الأساسي وما يروج له من نسخ وتعديل وتجميد لا يبرح أن يكون مجرد مكياجات ومجرد مساحق تخفي الجوهر المشوه لهذا النظام الأساسي لا تفوتنا الفرصة لأؤكد على أننا في التنسيق الموحدة لها التدريس وأطور الدعم بالمغرب بكل إسلاكها لإعداد والابتداء والثناء وأطور الدعم جسد واحد ولذلك نحن نطالب عندما تكون هناك زيادة أن تكون زيادة لكل الإسلاك بدون استثناء لا تفوتنا الفرصة لأؤكد كذلك على أنه لا بد من تغيير الساعات التي يعاني فيها الأساتذة في التعليم الإبتدائي عيب بش أننا القومة زال أستاذ الذي يشكل ركيزة التعليم وأساس التعليم تشتغل بوحد 30 ساعة هذا بطبع الحل حيف كبير لا بد أن نلتفت له لا بد أن نقف من أجله حتى تحقيق كل المطالب ولذلك كل الساعات لا في الإعداد ولا في التنوى ولا في الإبتداء فهي حيف وظلم وكل المهام وكل الأشياء التي جاءت في هذا النظام الأساسي إنما غايتها للأسف ما زالت هي أنها تهين رجال ونساء التعليم للأسف أقول مرة أخرى بأن رجال ونساء التعليم ناضلوا زهاء شهرين ونيف ولم يستفيدوا شيء في هذا النظام الأساسي في حين استفاد غيرهم في هذا النظام الأساسي نحن نناضل وغيرنا يستفيد وهذه نعتبرها مهزلة نعتبرها إهانة مرة أخرى لرجال ونساء التعليم لذلك دعوة لكل الأحرار لكل الشرفاء أن نواصل نضالنا حتى تحقيق مطالبنا فصبر ساعة والنصرؤات بحول الله فلا تيأسوا ولا تهينوا والطارقوا أمامنا إلى أن نحقق كرامتنا لأننا لا يمكن أن نعود بعد شهرين أن نعود غير منسجين مع قناعتنا غير منسجين مع دواخلنا إلى أقسامنا ولذلك نحن رفعنا شعار الكرامة وسنعود إما بكرامتنا أو ستبقى الأمور إلى ما لا يحمد عقبه ونحمل الوزارة إلى ما ستؤون إليه الأوضاع وتحية للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر